أهلاً وسهلاً أعزائي الطلبة الصف التاسع مادة العلو درسنا اليوم بعنوان التلوث وأشكاله وبعض الأمراض المرتبطة بالتلوث يعد التلوث البيئي من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في الآوينة الأخيرة فما سبب هذه المشكلة وكيف نجعل بيئتنا نظيفة وجميلة؟ سنتعرف في هذا الدرس على بعض المفاهيم الأساسية كالمطر الحامضي والاحتباس الحراري واستنزاف الأوزون ومفهوم التلوث وأنواع الملوثات ومصادرها نبدأ بالتعرف على معنى كلمة التلوث يعد تلوث الهواء والمياه من أكثر المشكلات في عصرنا الحاضر فما مصادر تلوث الهواء وما الأخطار الناجمة عن هذا التلوث؟ بالنظر إلى الصور نلاحظ أن تلوث الهواء يعد من أوسع المشكلات البيئية انتشارا وأخطرها على البيئة وهذا تعليل هام ما السبب؟ وذلك لعدم إمكانية عزلها بيئيا فما هي أهم ملوثات الهواء وما مصادرها؟ تعد الغازات من أهم ملوثات الهواء ومن خلال ملاحظتنا للصور السابقة أهم مصادر والغازات الملوثة للهواء هي غاز فاني أكسيد الكربون وغاز أحادي أكسيد الكربون وقد مرت معنا هذه الغازات السامة في درس كريات الدم الحمراء عندما تتحد مع خضاب الدم فيتشكل فحم خضاب الدم الذي يسبب موت الإنسان اختناقا ومن الغازات الملوثة أيضا غاز ثنائي أكسيد الأزوت وغاز النشادر الناتج عن مصافي النفط وغاز كبريتيد الهيدروجين ينحل بعض هذه الغازات في ماء المطر مشكلة ظاهرة المطر الحامض فما هو سبب تشكل المطر الحامض هو انحلال بعض هذه الغازات السامة مع ماء المطر فتتشكل ظاهرة المطر الحامض بالاستعانة أيضا بالصور السابقة نحدد أهم مصادر هذه الغازات الملوثة للهوى أولا البراكين النشطة ثانيا مصافي النفط ثالثا دخان السيارات والمعامل والمصانع والطائرات أضف إلى معلوماتي من مظاهر تلوث الهوى ظاهرة الدفئة والاحتباس الحراري سبب ظاهرة الاحتباس الحراري ارتفاع نسبة غاز ثناء اكسيد الكربون في الجو مما يسبب حبس الحرارة السطحية للأرض وعدم عكسها وتبديدها إلى الفضاء الخارجي كما يحدث تماما في البيت البلاستيكي فلا تستطيع الأرض عكس هذه الحرارة الموجودة على سطحها إلى الفضاء الخارجي فترتفع درجة حرارة الأرض بسبب ارتفاع نسبة غاز ثناء اكسيد الكربون الذي يلوث الهوى ويؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الظاهرة الثانية وهي الثقب الأوزون يشكل غاز الأوزون طبقة تحمي الكرة الأرضية من الأشعة الضارة القادمة من الشمس كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وبسبب تلوث الهوى قلت ثخانة طبقة الأوزون التي تحيط الأرض وتحميها مما أدى إلى تسرب بعض الأشعة الكونية الصادرة عن الشمس إلى الأرض وإلحاق الضرر والأذى بالكائنات الحية فسبب ثقب الأوزون أيضاً تلوث الهوى المشكلة الثانية التي تعاني منها البيئة وهي تلوث الماء يعد أيضاً من المشكلات البيئية التي تسبب خطر على حياة الكائنات الحية فما مصادر تلوث الهوى؟ الماء من مصادر تلوث المياه أولاً إلقاء نفايات المعامل والمصانع في مياه البحر أو الأنهار ثانياً غرق ناقلات النفط أو إلقاء نفاياتها في البحار والمحيطات ثالثاً إلقاء الفضلات على شواطئ البحار وخاصة الأكياس البلاستيكية والمواد البلاستيكية التي لا تتفكك بسهولة أضف إلى معلوماتي أن هناك أمراض تتأثر بظاهرة تلوث الهوى ومنها بعض الأمراض التنفسية كالربو وأمراض أخرى كالتهاب ملتحمة العين تتأثر بتلوث الهوى والجهاز الأكثر تأثراً هو الجهاز التنفسي وأيضاً ملتحمة العين استنتج أن التلوث بالتعريف هو كل تغير كمي أو كيفي في بعض مكونات البيئة الحية وغير الحية أقصد بالمكونات الحية الإنسان والحيوان والنبات وكل الكائنات الحية التي تعيش على هذه البيئة ونقصد بالمكونات غير الحية مثل الماء الهوى التربة الرطوبة وضوء الشمس والحرارة كلها تؤثر سلباً في البيئة ويؤدي إلى اختلال توازنها أتعاون مع زملاء ومن خلال الصور على تحديد الإجابة الصحيحة والخاطئة للحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة أولاً ننصح ببناء المعامل والمصانع بالقرب من المدن لتوفير أجور النقل هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ خطأ يجب بناء المصانع بعيداً عن المدن الجملة الثانية الاهتمام بالغطاء النباتي وزراعة الأشجار في الشوارع وحدائق المدن صح الاستخدام غير المنظم للمبيد الحشري والأسمدة الصناعية عبارة خاطئة يجب الاستخدام المنظم للمبيد الحشري وبكميات قليلة ومدروسة تنظيم التوسع العمراني والحفاظ على المساحات الخضراء حول المدن صح حماية الغابات من الاحتطاب والرعي الجائر صح نشر الوعي البيئي عن طريق وسائل الإعلام من خلال الندوات والمؤتمرات صح تدوير مخلفات المعامل والمصانع والنفايات صح إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي صح انتهى درسنا ونبدأ بحل الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة ما الغاز الذي يسبب زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ ثاني أكسيد الكربون ما الغاز الذي لا يسبب تلوثاً للبيئة؟ الأكسجين من الإجراءات المتبعة لحماية المياه من التلوث؟ تدوير النفايات ما أهم مصادر تلوث المياه؟ إلقاء نفايات المعامل والمصانع في مياه البحر والأنهار وغرق ناقلات النفط ورمي النفايات على شواطئ البحار أفسر علمياً كل من العبارات الآتية يعد تلوث الهواء من أخطر أنواع التلوث ما السبب؟ لعدم إمكانية عزل هذه الظاهرة بيئياً لماذا يتشكل المطر الحامضي؟ بسبب اتحاد الغازات السامة والضارة مع ماء المطر فيتشكل المطر الحامضي لماذا ننصح دائماً بزراعة الأشجار والنباتات ضمن الحدائق والشوارع؟ لتنقية الجو من غاز ثناء أكسيد الكربون وإعطاء البيئة والجو غاز الأكسجين لماذا ننصح بتنظيم وترشيد الرعي؟ لحماية الغابات والغطاء النباتي ألاحظ وأبين السلوك الذي قام به أحد الركاب في السيارة وهو رمي النفايات من خلال السيارة وهذا تصرف خاطئ أجب بكلمة صح أم خطأ؟ التخلص من دخان المصانع يكون بإذابته في مياه الأنهار والبحار غلط مياه الصرف الصحي يمكن معالجتها وتدويرها واستخدامها في الريد صح تعد مصانع الأسمدة الأزوتية مصدراً أساسياً لغاز النشادر أو الأمونيا صح من أكثر ملوثات البحر خطورة هي ناقلات النفط صح يجب زراعة الأشجار على جانبي الطرقات صح انتهى من درس اليوم وهو بعنوان التلوث شكراً لاستماعكم أعزائي الطلبة